ناحية تانية بيخلصوا بقى دول بقى لي بيخلصوا بسرعة هنا للوقت دول في الدولة مصر بينجزوا قوي برامد خلص خلص بشكل رسمي تعاقده مع مران حمدي من المصري البورسعيدي وكذلك للفترة الماضية كان الكلام على ان مران حمدي يروح الاهلي والزمالك وبرامد كالعادة خلص الصفقة بـ 25 مليون جنيه لصالح النادي المصري وتعرفين الكوستة بتاعته كان عنده مشكلة مع الجمهور والله اعمل امران حمدي مع جمهور المصري وجمهور مصري لما بيقفل بيقفل خلاص فصفقة جديدة لنادي برامد واحد من اللعبين المهمين جدا في الدولة المصر واحد من اللعبين المهمين ايضا في الدولة المصري الذي ظهر بشكل رائع جدا مع سرامية كلبطرة محمود زلاكة ايضا نادي برامد النهاردة اعلن انضمامه للفريق واحد على فاكرة من اللعبة الهيلة 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 لأبوه كمال لما هيبقى مع برامل زيامل شغل عظيم جدا مع السلامية كان عامل شغل عظيم جدا ومع برامل زيامل ايضا شغل عظيم جدا طيب نهاردة منتخبنا الوطني تأهل الى نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد ما فاز على منتخب تونس بنتيجة 3025 عندنا مباراة في النهاية امام المنتخب الجزائري ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها الفاز بهذه البطولة يصعد ليه أولمبيات باريس فلازم نقسم مواجهة الجزائر القادمة ان شاء الله يوم السبت اللي جاي ربنا يكرمنا بإذن الله ونحصل هذه البطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بعدها نحصل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بس يقولوا يا رب يا رب يا رب ان شاء الله